خلنا نقش الأسباب التافهة أو غير القهرية صحيح اللي ما لها يعني أكيد فيها لها حلول فيها لها حلول عملية جميل أكيد مثلاً عدم حل الواجب جميل عدم حل الواجب الطالب تراكم عليه واجب أو كذا أو ما حل الواجب عنده واجب واحد مثلاً ما حله فيقول لك ليش أروح والمدرس يسألني ويخصم علي درجات ويسألني ليش ما حلت ويصحح لزملائي وأنا مثلاً يعاقبني أو كذا يخصم درجات ليش خلني أغيب وخلص ما لدي داعي يعني أيضاً منهم الأشياء إنشغال مع الأهل بعض الأهل بعض الآباء وليهم هات يشغلون أبنائهم بما لا يطيقون وصل أخواتك الصباح كلهم وكذا يجي الطالب يخلصت الحصة الأولى الثانية خلاص يغيب اليوم يسحب على اليوم أو الانشغال ليلاً بطلبات معينة مثلاً والطالب يجد نفسه خلاص ما في مجال أني بلحق أنام أو كذا فيسحب على اليوم الدراسي يترك اليوم الدراسي هذا السبب ممكن يكون تغفى شوي من الأسباب خلنا نقول القهرية أحياناً أو اللازم الوالد أو الوالده ينتبه لها اللي هو تعرض الطالب للتنمر كان الحلقة قبل الماضي قبل الماضي صحيح نعم كان التنمر يعني طالب خصوصاً في أولى ابتدائي أو ثاني ابتدائي أو ثاني ابتدائي الصغير يعني أحياناً يبكي ما يدي روح المدرسة طيب ليش يا ابني ما أبغى روح المدرسة ويبكي طيب أحياناً يكون سبب التنمر يروح فيه ناس تقطقوا عليه ناس يطربوا أحياناً ناس سبوا أو كذا يؤذوه فلازم الوالد والوالدة ينتبهوا للطلاب خصوصاً الصغار أيضاً من ضمن أسباب أو من ضمن الأمور لحل هذه المشكلة مصاحبة الأب أو الأم إذا كان فيه إمكانية للابن أو البنت في المدرسة يعني الطريق مسافة الطريق هذه أن يكون فيها حوار بين الأب والإبن بين الأم والبنت أو بين الأب والبنت ترى بعض يعني بعض أنا أذكر هالفترة فعلاً كان يحصل بيني وابن الوالد بعضها حوار كنت ما أبغى أترك المدرسة عشان فترة لأن المسافة كانت بعيدة فكنت ما أبغى أترك المدرسة فعلاً عشان الفترة هذه الفترة الصغيرة صحيح كذلك من الأسباب أحياناً الخوف من النشاط غير صفي حين يكون الطالب عليه إذاعة مثلاً عنده التعلم أو حكمة أو حديثة تخبر هذه الفقرات أنا خايف ما ودي لسه ما أكتسب الجرأة أنه يتكلم قدام الناس أو كذا ما ودي أروح عشان لا أتعرض لها الموقف صحيح فإش تسوي أغيب أسحب عليهم أسحب عليهم أو بعض الأنشطة غير الصفية اللي هي مثلاً الرحلات أو يوم أو بعض الأنشطة اللي يسوونها مثل التاجر الصغير وغيرها ونشاط مدرسي فيقولوا الطالب ما في حصص اليوم أحب أسحب علي الدراسة وهذه المشكلة أنه كثير من الطلاب يقول يا أخي مدرسة كل يوم دراسة كل يوم دراسة ما في أنشطة ما في إلا الدراسة وإذا كان نشاط غاضب الطالب إذا جد الأنشطة هذاك تغيب فهذه من ضمن أيضاً المشاكل أنه عدم استيعاب الطلب أهمية الأنشطة نعم وأهمية المدرسة كذلك عدم الجدية في موضوع المدرسة أنت ليش رايح تتعلم ليش رايح رايح حتى تتعلم أكيد نعم من ترايح حتى الصحبة مثلاً تشوف أخيك من ترايح حتى تلعب أو كذا أنت رايح تتعلم فعدم الجدية في مسأة المدرسة وتعرف كما ذكرت أول متصل الشي ما أظن كانت تقول أن التعلم عبادة فانت رايح تؤدي هذه العبادة وإن الله يحب دائماً نذكرها إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه من إتقان الشيء أنك ما تغيب وأنك تعود نفسك أنك ما تغيب لأنك الآن تبني شخصياتك صحيح فعلاً ومن ضمن الأشياء الأخرى أن الطالب لا يجد الأثر المباشر للمدرسة وتأثير الدروس طيب كيف نحلها المشكلة؟ نحلها بإضافة أنشطة أخرى عملية مثلاً مادة التربية الفنية بدلاً أن تكون كلها دراسة وكتاب معين ليش ما يكون في معرض خاص في المدرسة مصاحب مادة العلوم نأخذها دائماً في المعمل منطبق تجارب معينة في المنزل بالنسبة للمعرض الفنية يعرض في أعمال الطلاب صحيح بالمناسبة مادة التربية الفنية مثلاً الميزة فيها أن الطالب يشعر بالإنتاج الإنتاجية مباشرة يعني يعني هو يأخذ الدرس يرسم يحصر رسمة قدامه بعكس مثلاً علوم أو الرياضيات أشياء نظرية شوي لست التطبيقات تأتي بعدين وقد يكون فيه طريقة للمعلم لتطبيق الأشياء أذكركم مثلاً المكعب مثلاً في مادة الرياضيات نذهب إلى المنزل والواحد يصنع مكعب مثلاً معين أو يعني يصمم شكل مكعب ويوريه لغيره وكذا في المحرس يحس بأنه منتج يحس بالإستفاد يحس بالنتيجة أنه يرى أثر مباشر للمدرسة فيصير فيه حرص على المدرسة أنه لا فعلاً أنا قاعد أأخذ نتيجة منها المدرسة ما الذي يخليني يغيب؟ جميل جداً هذا الأثر المباشر للمدرسة كذلك من الأسباب أو من الأشياء اللازم يعيها الطالب أنك الآن قاعد تعود نفسك أو تبني شخصيتك البعدين يعني الموظف هذا اللي يغيب ويتأخر دائم يعني يقصر في عمله وكذا ومطنش الدوام يغيب يوم ويحضر خمسة أو يغيب يومين ويحضر ثلاثة أيام وكذا هذا غالباً في أثناء الدراسة كان يغيب ويتأخر لكن لو التزم وبدأ يعلم نفسه يعني أنت الآن طالب في ابتدائي مثلاً أو متوسط أو ثانوي ابدأ عود نفسك لأنك بعد شوي إذا ما عود نفسك يأتي الوقت اللي يجب أن تحضر فيه لا تستطيع أن تحضر فيه لأنك لا تعود صحيح فعلاً يجب أن يعود نفسه وتعويد الطلاب على الجدية وهو أمر آخر الآباء دور الآباء بعض الآباء قد لا يعلمون أنه ابنه يغيب أذكر أحد المواقف حقيقة هذا المواقف حصل الرسالة التي تأتي دائماً للأب في حال غياب الابن الطالب حط الجوال الجوال الذي تصل عليه الرسالة جواله الشخصي فالطالب يغيب براحته والأب قد لا يعني الابن في مرحلة أزيدك مش شعر بيت بعض الطلاب وهذا شيء شفته بعيني يعني في المدرسة كان بعض الطلاب كانت فرقام مطاعم مثلاً أو تموينات أو غيره والله يأتي منهم مكتب طلاب ولم تلومهم خالف بعض الحال ما يصير فيه لوم للطالب ولكن فقط تدارك لحل لها المشكلة حل لها المشكلة أنه فعلاً الأب لازم يعرف ابني راح للمدرسة اليوم ولا لا وفي حالة ما راح للمدرسة ويش سوى ابني فيها اليوم الابن ويش سوى اليوم هل كان طولي اليوم نايم هل طلع فيه مكان معين أو كذا أو يعني قد يكون فعلاً لا قدر الله يحصل شيء خطير بسبب قيام بالطالب عن المدرسة وأحياناً كذلك الضغط الدراسي يعني يكون عندهم أحيانا حصة رياضيات خصوصاً لفة الثنوي في علمي مثلاً يكون عندهم حصة رياضيات وكيميا وفيزيو وأحياء ومثلاً فقه أو توحيد أو دراسات اجتماعية أو غيره يوم مضغوط فيرجع البيت تعبان فاليوم اللي بعده يقول خلني برتاح اليوم البعد أو يغيب من أول اليوم خلاص كذا كذا يزيم يقول يعني زاد الطيم بلا فقال يش يوم طويل وفي مواد كثير ويغيب أول اليوم ويبدأ لي كحلها عماها فيصير فاتته كل